بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه معالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الموقر أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الدكتور عبدالله بن محمد آل شيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة أصحاب المعالي والسعادة الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن دواعي سرورنا نحن العاملين في شركة نفط الكويت أن يشمل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله برعايته حفلنا هذا فقد زادنا حضوره الكريم تشريفاً وفخراً واعتزازاً يعكس حرص سموه وثقته بقدرات أبنائه على تحقيق تطلعاته وآماله التي تزيد الكويت تقدماً ورقياً فكل الشكر لك سيدي على حضورك ورعايتك كما ونتقدم بالتحية لضيوفنا الكرام شاكرين لهم تلبية الدعوة إن من أبرز إنجازات شركة نفط الكويت واكتشافاتها مرحلة اكتشاف الغاز الحر وما يصاحبه من النفط الخفيف من المكامل الجراسية في مناطق شمال الكويت الذي تم الإعلان عنه في عام 2005 فقد أضاف نقلة نوعية في تاريخ الصناعة النفطية لدولة الكويت ودخولها قائمة الدول المنتجة للغاز الحر وإيماناً منا بالحاجة الملحة في دولتنا الحبيبة للغاز كوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية قامت الشركة بالتعجيل من إنتاج هذا النوع من الموارد الهايدروكربونية لما يمثل الدولة من قيمة استراتيجية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حضورنا الكريم يعد تطوير المكامل الجراسية من الأولويات لاستراتيجية الشركة حيث وضعت خطة لتطوير هذه المكامل تتكون من ثلاثة مراحل بدأت المرحلة الأولى بتشغيل أول منشأة لإنتاج الغاز الجراسي في عام 2008 بطاقة إنتاجية تعادل 130 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الحر و50 ألف برميل من النفط الخفيف وبجهود أبناء الشركة تم العمل على رفع طاقة المنشأة إلى 200 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الحر و80 ألف برميل من النفط الخفيف ومؤخراً تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التطوير وذلك بتشغيل ثلاث منشآتٍ جديدة مما رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الحر إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً والطاقة الإنتاجية للنفط الخفيف لنحو 200 ألف برميل وتسعى الشركة جاهدةً للبدء لتنفيذ المرحلة الثالثة والهدفة إلى رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الحر إلى مليار قدم مكعب يومياً و250 ألف برميل من النفط الخفيف خلال السنوات الخمس القادمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حضورنا الكرام إن رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الحر والنفط الخفيف أدى إلى زيادةٍ في كميات الغاز المتوفرة للسوق المحلية بها يدف تلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطاتها وذلك شكل دخلاً إضافياً للدولة بتصدير تلك الكميات من النفط الخام والتي كانت تستخدم في تشغيل المحطات لقد واجهت شركة نفط الكويت تحدياتٍ كثيرة في سبيل تحقيق هذه القفزة النوعية في إنتاج النفط الخفيف عالي الجودة والغاز الحر وقد حفَّز ذلك أبناءكم العاملين في القطاع النفطي حيث سعوا جاهدين لتسريع وتيرة العمل على تطوير حقول النفط الجراسية بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيقًا لخطط التنمية وفي الختام نحن نقف على أعتاب مرحلةٍ جديدة في صناعة النفط والغاز بدولة الكويت نحقق فيها هدفًا استراتيجيًا آخر من أهداف القطاع النفطي نتضرَّع فيه إلى الله تعالى أن يُديم عليكم يا صاحب السمو نعمة الصحة والعافية وأن يهيِّئ لبلدنا الحبيب أسباب الرفعة والتقدم والنجاح ويحفظه من كل مكروه وأن يوفِّق أبناء هذا الوطن المعطاء ويسدِّد خطاهم لتحقيق المزيد أن أبناءك في شركة نفط الكويت فخوريين بهذا الإنجاز ويعاهدونك الاستمرار في إضافة إنجازاتٍ أخرى لما فيه من مصلحةٍ وخيرٍ لبلدنا العزيز تحت قيادتكم الحكيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا